انا تعجب من العاملين في هيئة شباب الرياضة خصوصا المدير العام ونائب المدير العام شون شباب الرياضة هل معقول اليوم ان يكون هناك دكتور مزور شهادته مدرس رياضة يصبح دكتور خصائي علاج طبيعي في مركز الطب الرياضي في الهيئة العامة لشباب الرياضة ولم تتحرك ما رغم اني انا سألت الوزير ورغم انه يتأسئلة مبهمة واسئلة مضللة مما اضطر جمعية العلاج الطبيعي الى مراسلة وزارة الصحة ومراسلة وزارة التربية ممثلة في التعليم العالي ويتهم الردود بان هذه الشهادة شهادة مدرس وليه اليوم هذا الدكتور يمارس عمله رغم علم والوزير وعلم مدير الهيئة وعلم نائب مدير الهيئة لشون شباب الرياضة ولم يحركوا ساكن على العكس بدأوا يحاربون الكويتين الدكاترة والاخصائيين اللي موجودين في الطب الرياضي وبدأوا يحاربونهم ويطفشونهم لدرجة ان مختبر طالبين مختبر للطب الرياضي هذا المختبر ليه اليوم مرصودة له ميزانية وما تحركوا ولا سووا وتأثيث مكتب نائب مدير الشباب الرياضة هيئة شباب الرياضة للشئون الرياضة 38 ألف دينار مقابل 30 ألف لحد الآن ما تحركوا فيها إضافة إلى ذلك هناك أربع موظفات يفترض إنهم يشتغلون في هذا المختبر والمختبر غير غائم صار لهم أربع سنين يأخذون رواتب وماكوا دوام قضية ثانية اللي ساكت عنها هيئة شباب الرياضة الصراحة الجريمة اللي قاعد يعني ترتكب بحق الرياضيين إخواننا اللاعبين قضية الاحتراف الجزئي الاحتراف الجزئي مخصص الأربع مئة دينار وهيئة شباب الرياضة وزيرها ومديرها العام والعاملين فيه يعلمون تماما إن اللاعبين بايستلمون هذه المبالغ خصوصا الشباب والصغار قاعدين يستلمون مئة وخمسين دينار من الأربع مئة والبادي قاعد تروح حق مجالس الإدارات في العندية ومدراء الألعاب ويدرون وعزوا ويشتكون لكن ما حركوا ساكن ساكتين